من جهتها أضافت المستشارة هايدي فضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا أنه تمت مناقشة مشاكل ما بعد الطلاق كالنفقة والطاعة وغيرها وأشرت المستشارة هايدي فضالي إلى أن التطوير التقني في المحاكم ساهم في إنجاز سريع لعدد كبير من القضايا بنقش أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الأسرة أو الزوج والزوجة بعد الطلاق إيه هي؟ إحنا نقشنا موضوع النفقة نقشنا موضوع الطاعة نقشنا موضوع تالت هخيه مؤخرا يعني لأن في بعض الاختلافات فيه أو بعض سوء الفهم ليه أولا بالنسبة للنفقة اللي إحنا نقشناها النهاردة كان في بعض المقترحات اللي أنا اقترحتها إن إحنا نخلي فيه نفقة مؤقتة بدلا ما يبقى فيه حكم من أول يوم بنفقة معينة لأن إحنا طبعا شهدنا الفترة اللي فاتت إنجاز كبير في عدد قضايا والفصل فيها والكلام ده بس مش عايزة ده يكون فيه إخلال بحق الدفاع للزوج ولذلك إحنا ممكن إنه هيخد خط الوسط وهو فرض نفقة مؤقتة في نفس اليوم اللي ترفع فيها الزوجة النفقة وبعد كده يعني بعد بقى إثبات الدخل بالتحقيق إثبات الدخل مثلا بمفردات مرتب بتحريات مباحث يبقى يتحدد النفقة المظبوطة